اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واجعله رب رضيا يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال ربي انا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبار عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث لياليا سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تغيا وبوا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريا إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من يدونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاه المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقضري عينا وقضري عينا فإما تغين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إياسيا فأدت بي قومها تحلله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فنيا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشاوت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبوا بوالدتي ولن يجعلني جباغا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتعون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا غضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من دينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع به وأبصد يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذذهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نريث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصد ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان من الرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف وأن يمسك عذاب من الرحمن يا أبتي إني أخاف وأن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آليتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون ميا دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان وسولا نبيا وناديناه من جانب الطول الأيمن وناديناه من جانب الطول الأيمن وقوبناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صدق الوعد وكان وسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات رحمن خووا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدل التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رسقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نوذث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمذ ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبذ عبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واندها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ثم ننجي الذين اتقوا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في حاجفيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفعوا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وذئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إن العذاب وإن الساعة فسيعلمون من هو شرم مكانا من هو شرم مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أوسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وذدا لا يملكون شفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطعون منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل له رحمن مدى فإنما يستوناه بلسانك لتبشر بالمتقين وتاذر بي قوب اللدا وكم أهلكنا قبلهم من قول هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم مكزا شكرا 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 شكرا